السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء الصف التاسع ألف وباع عافان الله وإياكم اليوم سوف نكمل شرح دروسنا كالعادة سنشرح درس اهتمام الإسلام بالبيئة في البداية سبحان الله الله تعالى حينما استخلفنا في الأرض جعل لنا الكون من مقومات الحياة فيجب علينا الاهتمام به وإصلاحه لأنه أساس لوجود الحياة فلو عمر الكون كان صالحا استمرت الحياة وإن فسد لم تستمر الحياة لأنه مقوم أساسي لوجودنا تمام نأتي إلى الفقرة الأولى في عندي أيتين يا تاسع الآية الأولى يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ما دلالت الآية من مقومات الحياة خلق الكون بين قسين البيئة تمام؟ عندي الآية التي تريها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين هنا تدل على المحافظة على مقوم من مقومات الحياة واللي هو الكون بين قسين البيئة طيب نأتي إلى مفهوم البيئة البيئة يا تاسع هي المحيط الذي تعيش فيه الكائنات الحية جميحا اللي هي سواء كائن حي سواء غير كائن حي من الكائنات الحية إنسان حيوان نبات وغير الحية هواء تراب مباني طرقات تمام؟ في عندي هون ثلاث أشياء وجهها الإسلام للاهتمام بالبيئة وهي محور دراستنا لهذا الدرس أول إشي الحرص على بقاء موارد البيئة صالحة تمام؟ نرجع للآية الرئيسية اللي هي من مقومات الحياة الكون ويجب علينا إصلاحه حتى الاستمرار بالحياة عندي اتنين تعزيز الحس الجمالي ثلاث التوازن والاعتدال في استهلاك الموارد البيئية الشي الموارد البيئية اللي هي الماء صح؟ مش مه هذي مورد مورد من موارد وجودنا بالحياة الهواء تمام؟ نيجي للصفحة التي تليها عندي هون من مجالات اهتمام الإسلام بالبيئة أول مجال النظافة العامة احفظ معي عندي أربع مجالات لا اهتمام الإسلام بالبيئة أول إشي النظافة العامة اثنين العناية بالثروة النباتية ثلاثة المحافظة على الثروة المائية أربع رعاية الثروة الحيوانية وهدول مجالات بشكل تذكاريا تاسع يعني أذكر بشكل عام نيجي لنا ندخل في كل مجال من المجالات أول مجال اللي هي النظافة العامة أذكر أو أوضح كيف يكون يكون الاهتمام بالنظافة العامة إنه من خلال إماطة الأذى عن الطريق تمام رح أجيب لك سؤال أعطيني دليل يؤكد على اهتمام الإسلام بالنظافة العامة في عندك قال النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة أعيد السؤال أكتب دليل واحد يدل على اهتمام الإسلام بالنظافة العامة قال النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة في عندي تاسع تحت حيكون عندك سؤال من المشاكل التي تسبب تلوث البيئة دخان المصانع صح طيب لماذا الجواب عندك هون بزيادة نسبة المواد السامة في الهواء والماء والتراب وهذا يشكل خطر على الكائنات الحية مما يوجب الانتباه لذلك والاهتمام به للحد من وانهاءه هذا اللي انا بدي اياه منك من النظافة العامة نيجي للمجال الثاني واللي هو العناية بالثروة النباتية ماذا دعا الاسلام للعناية بالثروة النباتية او ماذا استخدم الاسلام للاهتمام بالثروة النباتية اول شيء دعا الى المزارعة والمسطة حتى تكون الارض حية تمام اثنين نهى الاسلام عن كل ما يفسد الارض ويؤذي الناس ثلاث نهى عن قطع الاتجار الحرجية اذا كيف اهتم الاسلام بالثروة النباتية واحد شجع على المزارعة والمساقة اثنين نهى الاسلام عن كل ما يفسد الارض ويؤذي الناس تمام نهى عن قطع الاتجار الحرجية طب لماذا كان ذلك الموقف من الاسلام لان ذلك يخل بتوازن موارد البيئة وتوزيحه تمام طب اعطيني مثال عن كل ما يفسد الارض زراعة الدخان يقول الله تعالى ولا تفسده في الارض بعد اصلاحها تدل على نهي الاسلام عن كل ما يفسد الارض من زراعة او قطع الاتجار الحرجية تمام عندي هون يا تاسح الفرق بين المزارعة والمساقة تذكروا يوم ما اخدنا غزوة خيبر تذكروا لما طلبوا اليهود انهم يزرعوا الارض مقابل نصف انتاجها للمسلمين هذا ما نسميه بالمزارعة ان يسلم صاحب الارض ارضه غير المزروعة لمن يزرعها مقابل نسبة من الانتاج طيب المساقة ان يسلم صاحب ارض ارضه المغروسة بالشجر يعني موجود الشجر بالارض لمن يهتم بها يعني انه يسقيها مقابل نسبة من الانتاج تمام لهون مفهوم الحمد لله نيجي على الاهتمام بالثروة المائية ما الامور اللي فعلها الاسلام من اجل الاهتمام بالثروة المائية اول اشي دعا لعدم الاسراف اثنين نهى عن تلويت الماء بالقادرات نهى الاسلام عن تلويت الماء بالقادرات تمام طب لماذا نهى الاسلام عن ذلك بالنسبة للثروة المائية لان المياه اينما وجدت تنفع الكائنات الحية فاذا تلوثت صارت سبب في ايذاءها تمام لانها مصدر لطعام الانسان وزينته وهي وسيلة للنقل ومكان عيش الاحياء البحرية لذلك الاسلام نهى عن تلوث الماء تمام نيجي لرعاية الثروة الحيوانية كيف اهتم الاسلام بثروة الحيوانية ارشد الى اطعام الحيوانات وسقايتها والنفق عليها واقامة الحظائر لها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايذاء الحيوانات ونهى عن قتلها وحبسها ومنعها من الطعام وتعذيبها وتحميدها ما لا يطيق وقد جعل سبب ايذاءها سببا في دخول النار تمام اعيد رعاية الثروة الحيوانية اوضح كيف اهتم الانسان اهتم الاسلام بالثروة الحيوانية يا تاسا من خلال اطعامها وسقايتها والنفق عليها ونهى عن تعذيبها وعن قتلها وجعل بتعذيبها سبب لدخول النار وصلت هدول الاربع مجالات كل واحدة على حذاها شرحناها وفهمنا المطلوب منها المرة الجاية تاسع رح نكمل بس السلوك البيئي المتوازن ورح نحل مع بعض الاسئلة عفاني الله وإياكم بتمنى متابعتي على المنصة التعليمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة